بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن روسيا تخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ 1945 كما قال أن تداعيات الحرب في أوروبا ستسمع في جميع أنحاء العالم لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية في مقابلة مع بي بي سي قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن روسيا تخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 وفي مقابلة مع بي بي سي نشر جزء منها أوضح جونسون أن كافة الأدلة تشير إلى أن الخطة قد بدأت بالفعل من بعض النواحي وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن روسيا تعتزم شن غزو سيطوق العاصمة الأوكرانية كييف وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ القادة الغربيين بأن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن القوات الروسية تخطط إلى دخول أوكرانيا من دونباس ومن الجهات الشمالية من المناطق المحيطة ببيلاروسيا وقال أخشى أن الخطة التي رأيناها تتعلق بما يمكن أن تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية ووفقا لمسؤولين أوكرانيين حشدت موسكو مؤخرا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية مما أثار مخاوف من احتمالية أن روسيا تخطط لهجوم عسكري ضد جاراتها ونفت روسيا استعداداتها للغزو واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع النيتو نحو حدودها كما قال أيضا إن العالم يقف على شفح حرب في أوروبا وإنه إذا غزت روسيا أوكرانيا فإن تداعيات الصدمة ستسمع في جميع أنحاء العالم وأضاف أن هذه لحظة خطيرة للغاية في تاريخنا وأن الجميع في المؤتمر الذي تقاطعه روسيا يقفون متحيدين في التضامن مع أوكرانيا ودعمها جاء ذلك أثناء مشاركاته في مؤتمر ميونيخ للأمن 2022 وتابع إذا تم غزو أوكرانيا فسنشهد تدمير دولة دموقراطية وحرة منذ جيل كامل وأضاف أن المزاعم الغربية بدعم أوكرانيا ستكون جوفاء ولا معنى لها ومهينة إذا تجاهلت حدوث غزو روسي وحول طبيعة ردة الفعل الغربي إذا غزت روسيا أوكرانيا قال جونسون إنهم سيعاقبون الأفراد والشركات الروسية ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة الروسية وسنجعل من المستحيل عليهم جمع الأموال في أسواق رأس المال في لندن وأكد أنه لا يمكننا أن نسمح لروسيا بابتزاز الدول الأوروبية ولا يمكننا أن نسمح لخطر العدوان الروسي بتغيير البنية التحتية الأمنية لأوروبا وقال جونسون في إشارة إلى اجتماع ما بعد الحرب العالمية الثانية للزعماء الأمريكيين والبريطانيين والسوفيت الذي عقد حينها في شبه جزيرة القرم لا يمكننا السماح بتقسيم قرتنا إلى مناطق نفوذ وحول عواقب الغزو الروسي قال جونسون إذا تم غزو أوكرانيا فإن موجات صادمة ستسمع في جميع أنحاء العالم سوف تسمع في شرق آسيا في تيوان وأضاف عندما تحدثت إلى رئيسي وزراء اليابان واستراليا أكد لي أن الصدمة الاقتصادية والسياسية للغزو سيتم الشعور بها في الجانب البعيد من العالم وأشار جونسون إلى أن روسيا لن تربح شيئا على الإطلاق من هذا المشروع الكارثي وستخسر كل شيء وحث الكريملين على وقف التصعيد وسحب قواته من الحدود وتجديد الحوار أرجو أن تكونوا الصورة قد وضحت لحضراتكم كما أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر